مبارح كان عندي بيان من المؤنس حزم عمر من حملته وبيان من الأستاذ فريد زهرام ما جاليش الحقيقة أو ما شفتش الدكتور عبدالسند لكن الاتنين قالوا برنامجنا أو رؤينا اللي وضعناها هي احنا بنقدمها عشان تبقى تحت أمر الدولة دور المرشح الرئاسي اللي خسر بيكون عادة ايه يعني بنشوفها في العالم انه احيانا ينزوي تماما وما نسمعش عنه واحيانا فيه ناس بتقاوح زي جون كاري ده ونلاقيه رجع في مناصب تانية ويشتغل ايه او زي ترامب ما بيحاول او زي ما ترامب بيحاول او زي ما ديفيد كاميرو انطلعوا من التلاجة من 2016 كان قاد في التلاجة تلع في 23 بقى وزير خارجية فتفتكر دورهم المفروض يكون ايه يعني في الدول الديمقراطية الحقيقة هي مسائية يعني مباريات ماتشات ممكن النادي يخسر مباراة لكن بينزل المباراة اللي بعدها ودي بتسقله هذه التجربة يمكن احنا محتاجين لها ومحتاجين رغم كل يعني ما قلت عن المرشحين من يعني حداثة عهدهم بقضية زي حكم مصر دي قضية مش سهلة لكن اتمنى ان هم يستمروا واتمنى انه وبعضهم انا اعتقد انه حيستمر زي فريد زهران لانه له برضو يعني يباع في هذا الموضوع معرفش الباقي معرفة ثلاثة رؤوساء احزاب فبطبيعة الحال في جاية استحقاقات اخرى فاكيد يا اما هم هيشاركوا بنفسهم يا اما هيبقوا بيدعموا احزابهم عشان خاطر يبقوا اتمنى ذلك لان احنا بنتكلم على احزاب تكاد تكون غير موجودة مصر فيها اكتر من مئة حزب حزب الشعب الجمهوري عنده عدد مقاعد مش قليل في مجلس النواب يعني انا بتصور برضو انه الاحزاب عندنا محتاجة يكون دورها اكبر من مجرد الاستحواز على مقاعد المجلس النيابي لازم يبقالها دور في الشارع لازم يبقالها لازم الحقيقة نتعلم من تجربة الاخوان الاخوان لم يصلوا الى الناس الا من خلال الارتباط بقضاياهم في الشارع بس هنا قاعد ارجع لناتس المشكلة بتاعت نائب التشريعات ولا نائب الخدمات بقى ما ينفصلوش انا مبتكلمش كمان على النائب انا بتكلم على دور الحزبي قبل ما يبقى نائب لازم يقترب من الناس لازم بقاله تواجد حزب زي حزب الوفد ده ده اكتر حزب عنده مقار في مختلف انحاء الجمهورية لكن المقار شيء والتواجد شيء اخر اتمنى انه هذه التجربة واقدام ثلاثة من رؤساء الاحزاب على خوض تجربة الانتخابات يعني تحمسهم لمحاولة احياء الاحزاب لانه التجربة الديمقراطية في مصر لن تتأصل ولن تتقدم الا لو الاحزاب النائمة دي نشطت وبقالها تواجد في الشارع في الصحافة في الساحة ساحة الشأن العام في كل مجالات حياتنا ويبقالها برامج معروفة وعرفينها ونختلف انا وانت حواليها انت تفضل حزب انا تفضل حزب اخر هذه هي الديمقراطية فاتمنى انه تكون دي صحوة للاحزاب